بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلاً وسهلاً بحضراتكم في هذه الحلقة والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ هذه الآية الكريمة تبين سلوكاً للشيطان وأنه عدو لبني الإنسان وورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمسلم عاير أخاه بذنب ارتكبه قال له لا تكن عوناً للشيطان على أخيك وهذا الحديث يعني أن الشيطان يتربص ببني الإنسان وأنه ينزغ في قلوبهم وأنه يحدس الفتنة بينهم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فينبغي على المسلم أن يدرك ذلك لا تكن عوناً للشيطان على أخيك هذا الحديث يدل على أنه ما من تعامل بين الإنسان وبين أخيه الإنسان إلا وينبغي أن يكون هناك بصيرة فلا يترك الإنسان أخوه ليظن به السوء ولا يترك زوجته لتظن به السوء يجب عليه أن يكون رحيماً بها رؤوفاً بها لطيفاً معها يوضح لها ويبين لها لا يسيء الظن فيها ولا يتركها تسيء الظن فيه وينبغي أيضاً أن يكون هذا سلوك عام له مع أصدقائه مع رفقائه بل مع أبنائه أعرب عن نفسك تكلم لا تترك الشيطان يدخل وينزل المكيدة والخصومة بينك وبين زوجتك بينك وبين جارك بينك وبين أخيك فلربما ظن إنسان بإنسان سوءاً وهو ليس كذلك ولربما تحرك نفس إنسان بالفتك بإنسان بسبب فكرة ليس لها من الصواب شيء فهنا يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يكون متيقظاً للشيطان لأنه ينزغ بين عباده بين عباد الله فلا يترك الشيطان ينزغ ولا يترك الشيطان يستعين على أخيه ولا يكن عوناً للشيطان على أخيه ربما كان لهذا الحديث سبب ورود وهو أن عبداً تاب من ذنب ثم عايره إنسان بذنبه فقال له النبي لا تكن عوناً للشيطان على أخيك إنه تاب والتوبة فيها إنابة والتوبة فيها قبول من الله فلماذا تثقل عليه ولماذا تعايره بذنبه فيزداد معصية ويزداد بعداً عن الله وهل تفرح ببعده عن الله ونحن نريد أن نعمم هذا المعنى ليشمل كل حال من أحوال الإنسان في تعامله مع أخيه مع صديقه مع أبيه مع أمه مع أخيه مع أخته مع زوجته مع صديقه في العمل فلا يترك الشيطان ينزغ بينهم لا يكن عوناً للشيطان على أخيه فتفسد العلاقة بينهما بسبب كيد الشيطان لأن الشيطان يراهم من حيث لا يرونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فالشيطان يكيد لبني البشر والشيطان يوقع بينهم والشيطان يفسد بينهم والشيطان يفرح بالفساد بينهم والنبي يحذر من فساد ذات البيت ونحن نريد أن يستبصر كل مسلم فلا يساعد الشيطان في أن يكيد له ولأخيه ولا أن ينصرف عن أخيه فيشعر كل واحد بما يحب أن يشعر فيكون بذلك قد بعد عن أخيه لا تكن عونا للشيطان على أخيك كن مع أخيك كما يكون الرفيق لرفيقه وكما يكون الصديق لصديقه أحسن الظن به ولا تترك الشيطان يفسد قلبه عليك ولا تترك الشيطان يفسد ظنه بك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سيء الأخلاق وأن ينعم علينا بصلاح ذات البين وأن يصرف عنا فساد ذات البين وأن يجعلنا في محط رضوانه وقبوله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته